وفرت شركة البحري للمواشي كميات كافية من اللحوم الطازجة والمبردة مع إتاحة خيارات متعددة للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك الشركة دعت المستهلكين إلى عدم التهافت على الأسواق وذلك لتوافر الكميات الكافية من اللحوم للاستهلاك المحلي طوال الشهر الفضيل انتعشت حركة بيع المواشي في مملكة البحرين مع حلول شهر رمضان الفضيل فيما وفرت تجار المواشي اللحوم بمختلف أنواعها والتي استوردت من عدة بلدان لتغطية احتياجات السوق نظراً لزيادة الإقبال على شراء اللحوم هذا وأكدت شركة البحرين للمواشي أن اللحوم المتوافرة في المملكة تكفي احتياجات المستهلكين مشيرة إلى أن الأسعار تختلف حسب النوعية وأن عدة بلدان دخلت على خط استيراد اللحوم الحية والمباردة أود أن أطمئن الجمهور أن اللحوم تكون متوفرة في الأسواق بشكل كافي هناك كمية من الأغنام الحية موجودة في حضائرنا والمصلخ في سترة مستمر في العمل بشكل دوري طول النهار لتلبية الطلبات الذبح حسب الطلب بالنسبة للأغنام المبردة اللحوم الأغنام المبردة تأتينا بشكل دوري في اليوم على الأقل شحنة أو شحنتين بالنسبة للحوم الأبقار والتي تزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان للوجبات الرمضانية أيضا هناك ذبح للأبقار المحلية بالإضافة إلى اللحوم أبقار مبردة تأتينا بالطيارة يوميا من باكستان كل ما هناك أن أتمنى من الجمهور ألا يتهافت على تخزين اللحوم بشكل كبير هذا وقد قامت مملكة البحرين بمضاعفة الشحنات المستوردة من أجل تغطية احتياجات السوق خلال الشهر الفضيل إلى جانب حجد كامل استعداداتها بحسب المتطلبات وبأسعار تنافسية من مختلف المصادر ما ينم على تحمل المسئولية أمام المستهلكين كما دعت الجمهور إلى عدم التهافت على الأسواق لتوافر الكميات الكافية من اللحوم للاستهلاك المحلي طوال الشهر الفضيل